سيدة الوزيرة إذا سمحتم لي أود أن أعبر أولاً عن إمتناني لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي لديه تقليد طويل المدى لقد عقد على مدار سنوات طويلة وهو يعقد بشكل سنوي وهو مؤتمر يتم عقده قبل دائماً مؤتمرات الأطراف وضيماكم له مرة أخرى يثبت التزام ألمانيا تجاه كوب 27 وأود أن أشكر ألمانيا على هذا الالتزام وعلى جهودها في هذا الإطار لقد سمعت بإنصاط إلى كل التعليقات وأنا أقدرها كثيراً لأنها مؤشر على أن كل الدول وكل الأطراف مدركة لماذا؟ الاستجابة لأزمة المناخ وأن أزمة المناخ تؤثر على الجميع وكل الدول دون استفاقات نحن نواجه نفس الصعوبات ولذلك نحن نود أن نؤكد على هذا مؤتمر الأطراف سوف يعقد في مصر وهذا مؤشر على اهتمامنا بما يجري فيما يتعلق بالتغيير المناخ حتى نتمكن من التعامل مع مسألة مثل مسألة تغير المناخ ومنقشاتها يسمح لنا بتحديد ما صار يمكن أن نتقدم فيه أزمة المناخ يجب أن يتم تعمل معها من خلال التصميم والجهود التي يدونها الجميع مصر سوف تستضيف كب 27 في نهاية هذا العام وفي الواقع هذا مؤشر على اهتمامنا بمسألة تغير المناخ وقضايا المرتبطة بها وبطبع نريد أن نبني على الالتزامات والنتائج التي تحققت في كوب 26 في غلاسكو ونطورها أي كانت الجهود المبذولة فيجب أن يتم القيام بها بروح تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ونحن سوف نستمر في العمل على تحقيق هدف واحد ونصف درجة مئوية وتقليل إمبعاثات الغازات الدفئة ونحن نحتفل ذكرى الثلاثين لقمة الأرض هذه مرحلة مهمة للغاية لذا من المهم أن نقوم كلنا بجموذنا معا في مواجهة التحديات التقارير الأخيرة مؤشر على حقيقة أن الالتزامات التي تم تنفيذها حتى الآن غير كافية حتى تسمح لنا بتنفيذ اتفاق باريس نريد أن نعمل للحفاظ على الأرض للأجيال القادمة ومصر لن تدخر أي جهد للعمل من أجل تقدم سواء من خلال المفاوضات وأنا تكرت هذه النقطة من قبل أو على المستوى الإضافي للعمل مع الشركاء لأن هذا يلعب دورهم كي نسمح بأجندة الانتقال للتقدم وأكتب أننا في حاجة إلى أن نسعى لإنتقال عادل باتجاه الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة بطبع نتذكر الظروف الخاصة والأوضاع الموجودة في كل دولة ما يجب أن نقوم به هو أن نأخذ الإجراءات الضرورية الراوز للمواجهة أثار تغير المناح الاقتصادات الرئيسية تلعب دورا مهما ويجب أن تكون في المقدمة يجب أن تبذل جهود أساسية وتأخذ في الاعتبار المعايير في المؤتمرات المختلفة يجب كذلك أن نفكر في الخسائر التي تتكبدها الدول النامية خاصة الدول الصغيرة في القرى الأفريقية وأن نقدم لهم التمويل وكذلك الدعم الفني ونتمنى أن ننجح في مؤتمر شرم الشيخ في أن يكون لدينا جدوى الأعمال طموحة وأنا أعرف أن التوقعات مرتفعة للغاية ونحن نتمنى أن نصل إلى مستوى تلك التوقعات يجب أن نساعد الدول النامية التي تريد أن تتكيف مع أثار تغير المناخ ونقدم لهم التمويل الضروري بمساعدة القطاع الخاص ونحن نعرف أن هناك دول تحتاج للمساعدة في مشروعات التكيف ومن المهم أن نفكر في القيام بالمزيد في مجال التمويل ومن المهم أن تقوم الدول الأغنى بدورا أكبر هنا وفيما يتعلق بالتنفيذ على الأرض هذا يعد اختبار لعملنا وإثبات ما إذا كنا قادرين على مواجهة التحديات المفروضة علينا بسبب تغير المناخ يجب أن نستفيد من مؤتمر شارم الشيخ ومناقشة كل المسائل وطرح كل الأمور على طاولة ومناقشة الحلول وتحذير مزيد من مؤتمرات سواء كان ذلك في الإمارات في عام 2003 أو أي مؤتمر آخر قد أعقب هذا المؤتمر نتحدث عن الانتقال إلى الهايدروجين الأخضر والطاقة المتجددة الأخرى يجب أن نتحدث كذلك عن التعامل مع التحديات الأخرى من الأمن الغذائي وأزمة الطاقة مجتمع الأكاديمي ومجتمع العلماء في مصر قد أشار إلى أن هناك مجموعة من الموضوعات المهمة في هذا الصدد ونحن سوف نتخذ مجموعة من المبادرات لتغطية مجالات مثل الزراعة الكثير من هذه الموضوعات كذلك سوف تكون على جدوى الأعمال مؤتمر شرم الشيخة أود أن أؤكد أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً وسيلعب هذا الدور في كوب 27 فنحن سوف نسمح لمنظمات الشباب بالمشاركة في المؤتمر وحضوره وسوف نخصص كذلك أماكن محددة لهم للتعبير عن مخاوفهم ووجهات نظارهم كلمة أخيرة أريد أن أقول أن الاستعداد أمر مهم للغاية وأنا واثق أننا قادرون على الاستجابة لهذه الأزمة بالاستعداد انظروا لقد اجتمعنا هنا معاً لمناقشة هذه القضايا قدمنا مقترحات وعقدنا اجتماعات من هذا النوع وكل ذلك يثبت أن إرادة البشر هي التي تجعله يواجه هذه التحديات التي من صنع البشر كنتيجة لما اخترعه الإنسان لذا أعتقد أننا نحن البشر قادرون على أن نفعل ما فعله البشر على مدار التاريخ ونحن قادرون على حل المشكلة وأنا أتمنى القيام بذلك اشتركوا في القناة